أكد دكتور هشام مهنة المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أن المستشفيات التي لا زالت تعمل في قطاع غزة ليست قادرة على تقديم خدمات طبية متقدمة وهي الآن مهددة بالخروج عن الخدمة نظرا لمحاصرتها لأكثر من أسبوع بفعل اتساع بقعة العمليات العسكرية والأعمال العدائية وأشار إلى أنه إذا خرجت هذه المستشفيات عن الخدمة سوف ينهار النظام الصحي بأكمل في قطاع غزة نظرا لتوقف منظومة عمل المستشفيات في شمال غزة والمستشفيات المتبقية في محافظة رفح التي يقتنها الآن أكثر من مليون وخمسمائة ألف نازح لا تحتوي على مستشفيات ذات قدرة استيعابية كبيرة قالت منظمة الصحة العالمية أن مجتويات عدم الأمن الجذائي الحاد في غزة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ إذا ما يحدث في غزة من أوضاع سوء تغذية تتجه نحو مجاعة إذا استمرت الظروف الحالي ترجمة نانسي قنقر توصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العشرين بعد المئة حيث شن جيش الاحتلال غارات على مناطق متفرقة من القطاع ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحة في صفوف المدنيين وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الشهداء لتصل إلى سبعة وعشرين ألفا ومائة وواحد وثلاثين شهيدا وستة وستين ألفا ومائتين وسبعة وثمانين مصابا واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب عدد آخر جرأ قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة حجازي شرقي مدينة رفح جنوب القطاع كما استشهد فلسطينيان إثرى قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرقي مدينة رفح واستشهد فلسطينيون أصيب سلاسة جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو نصير بمدينة دير البلح بوسط القطاع كشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل تعمل على بناء منطقة عازلة في قطاع غزة واستندت إلى صور ملتقة حديثا بالأقمار الصناعية أظهرت عمليات هدم جديدة على طول مصار بعمق كيلو متر واحد على حدود قطاع غزة مع إسرائيل وسط تمديد فلسطيني واعتراضات وتحذيرات دولية فإن مخطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بدأ بالفعل بل ونفذ جزء منه صور للأقمار الصناعية كشفت عن تنفيذ قوات الاحتلال لعمليات هدم جديدة واسعة على طول مصار يبلغ عمقه كيلو مترا واحدا عند حدود القطاع مع إسرائيل ما يزيد من تمزيق وتفتيت الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها وحسب تقرير لوكالة أسشتت براس الأمريكية فإن إنشاء المنطقة العازلة سيلتهم قرابة 60 كيلو مترا مربعا أي ما يعادل 16% من إجمال مساحة القطاع التي تبلغ نحو 360 كيلو مترا مربعا على الجانب الآخر رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي لجابة عما إذا كان يقوم حاليا بإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة لكنه أقر بهدم مبان على طول الحدود وفق ما أعلنته وكالة أسشت براس التي نقلت أيضا عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية اشترط عدم نشر اسمه تأكيده أن هناك منطقة أمنية عازلة مؤقتة قيد الإنشاء بيد أن التساع نطاق عمليات الهدم في قطاع غزة يثير العديد من التساؤلات حول تلك المنطقة التي يعتقد أنها لن تكون مؤقتة على ما يبدو شبه اتجاه الجزء الجنوبي من القطاع تعتبر معظم الأراضي في المنطقة العازلة المتخيلة أراضي الزراعية تاخم القدار الحدودي الضخم الذي بلغت كلفته مليار دولار والذي تم تشيده عند غلاف غزة لكن بالقرب من بلدة خربة غزعة حيث تتجو الحدود نحو الشمال الغربي فالقصة مختلفة إذ أظهرت صور الأخمار الصناعية ضمارا كبيرا لا يصف فيما تشير تقديرات الخبراء والمحللين إلى أن هذا الضمار ليس إلا جزءا يسيرا مما لحق بالقطاع كله جراء الحرب حيث يشير أحد التقديرات إلى أن نصف المباني في القطاع قد دمرت كليا أو جزئيا ولطالما أثرت أنباء المنطقة العازلة مخاوف المجتمع الدولي وخاصة في الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل والتي أعلنت مرارا أنها لا تؤيد احتلال القطاع أو إقامة منطقة عازلة أو أي مقترح يؤدي إلى تقليص مساحة القطاع بعد الحرب ترجمة نانسي قنقر